مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة ولدينا حالة إنسانية لنادر وهو السربي بإحدى مقاهي المدينة الذي تعرض لحادثة سير خطيرة كان علامات لدراجته النارية وفجأة صدمت واحد سيارة السائق فر هاربا إلى وجهة مجهولة والضحية لتعرض إلى قصور خطيرة على مستوى رجل أيسر ظل معطوبا ويرقض في الفراش وكيف ترغم رجال الأمن على أنهم يتوصلوا لهوية هذا الشخص الذي ما زال في حالة فرار إذن باقي تفاصيل هذا الحديث سنسمعه على اللذان للضحية تفضل حكينا كيف وقع لك بالضبط في هذه الحادثة السلام عليكم ورحمة إسم محمد بن جاعة العمل ديالي كاماريرو في مقهى في مدينة طنجة خرج من العمل ديالي أنا غادي في الطريق شاء الطريق ديالي غادي للطار كم الساعة؟ الساعة خرج مع الجوش من الخدمة ملت ما مشيت للحلاق داز عندي الأخ ديالي هزيته ومشينا نصابوشي ورق ديالي ونشتنا الطريقة نوية مشبر الطريق ديالي محتار مقاوانين سير ديالي دير كاسك ديالي المهم على أين أنا مشبر الطريق حتى كنت تفاجأ بواحد سيد خارج لي مو واحد الدرب بواحد سرعة يعني خيالية حتى كيدخل فيها كيدربني وهرب من الخطوط اللي هي متاصلة ما عنديش الحق يدوز منها استقهرس لي رجل ديالي هرسها لي وفيها جزء الكوصور تعرضت لهذا حادثة خاطرة بزاف حادثة اللي هي دابا حاليا أنا متأثر متأثرات عليها نفسيا ومعناويا كنت نطلب من السلطات المحلية تعتاقل هاد الشخص هذا اللي عنده هو طنوبي الكحلة النوع دياله اودي ومشكر بزاف واحد الشخص واحد السيد اللي قدر يصور لي الماتركولاسيون ديالها هوا عندي الحد للماتركولاسيون ديالها المشكل اللي عندي دابا أنا ما تنقدش النوت باش مشي ندير به الدكلاراسيون ديكلاري به ما تنقدش النوت دابا حاليا وكانت من السلطات تتخذ الحق ديالي في اقرب وقت ممكن قبل ما يهرب من المدينة ولا يمشي شي بلصاي اخرى دابا حاليا أنا مزوج وعندي ابنتي عندها اربع سنوات وعوكاري هنا يا في مدينة طانجا ودابا حادثة رغض نقال في اربع شهور طالخمش شهور ما عندي لا دي خلص لي لكرا ما عندي اللي غادي يصرف علي والدي الناس بوسطة يعني ما غادي على قد الحال يعني دابا كان مرمن واحد ازمة صعيبة بزاف وعاد عندي الدوايات غاليين حتى هما كذلك غاليين عندي الدوايات بزاف وكانت منى وكانت منى نستقف معايا وتعاوني جزاهم الله وخيرا شكرا هل تعمل لك الحداية تفرج لك اه نعم عندي حديدة طويلة باش كتشب عليها وكتشب عليها وكتشب عليها وبالنسبة لتالي عملية اللي درتها انا في الطبيب ما كان شي اصلا عندي فلوس ديالات طريت نتسلف باش ندير هاد العملية هادي شهات خريضة تخريضة تخريضة تقامت عليها بخمسطاش لالف درهم العمليات شي بلا الدوا دياله بلا والو عملتها في كلينيك تسلفتها عند الخالة ديالي يلي قامت لي بذلك الأمور هذه وكنت منى لنا ستوقف معايا وتساعدني وكنت منى السلطات ديالنا تعتقل السيد في أقرب وقت ممكن وشكرا يعني اذا ما انتبه كنت وجهة نداء المحسنين نعم كان وجهة نداء المحسنين نعم انهم يتعاونوا معك باش تكمل مصارف الدوا والعلاج نعم نعم كنت منى المحسنين يوقفوا معايا حيث انا في امس الحاجة اللي لهم حيث انا والمعين لواحد العائلة فهذا الأثناء هذا ما كانش اللي غادي يدخل عليها شي حاجة لما عاونونا شي الناس دابا يعني انت هو الموعد ديال الأسرة ديال رجل؟ نعم انا هو الموعد الواحد ديال الأسرة ما كانش اللي كي عاوني دابا مثلا الزوجة دياليز عما ما خدتام اش راي راي مقابلاني وانا اللي كنت خدد دام واتش اللي كي نحبي وعا الفترة العائلة اش طويلة قدت قصد قريبا 6 شهور وكترتها من 6 شهور على حسب باش يحيدوا ذيك الحديدة اه اتوقفت طول القضيحة تقريبا 9 شهور 19 شهور على حسب وعاد مورا عادي يجي الترويض عاد هادي يعني تقريبا واحد العام تتطيل الاشي واحد العام تعتبتها ولو انبرغة هاد هاد تهريس هاد اتطرع ليها بزاف صحيا فالعظماء جوج تهريسات صاق الايمن نعم اه اتطرع ليها بزاف هاد تهريس هاد صعيبها بزاف اخوة يا الله هاد يبقى عليك هاد شيدة ببكتيري هاد يومات هاد ثلاثة اللي فات معه ربعه على الارب ديال الاشياء والسيد باقي مطلق باقي حرطة ليك لا متبع والو ضربنيه هارب حيث هو اصلا الغلط ديالو حيث هو جا يقطعه من الخط اللي هو متتاصل ما مشي يمشي يجي برمب وان ويرجع متتاصل انا ايا جا في يد ضربة منين شفني هكا تضربة ضربني ويرسنيس تقهرب في حالات ملاد بالفيرا وانتاك هكي شوف هذا الفيديو شيني يمكنك تقوله ماذا كنت نقول لك اللي ممكن ان يقول له خصو خصو مهم السلطات السلطات تشدو وتو ينال العقاب ديالو حيث انا خلاني كانت تعدبها كالعدب الاليم وضيعني في بزاف ديال الامر اللي انا كنت باغي نديره في حياتي هو دمر هالي هاررس هالي عمر اللي نسمح له الادنيا الاخيرا سيداه صراحة ايهالي يعني خلق طريق الفيراش ما كنتيش ناوي تبقى ما كنتش ناوي نبقى هك يا أخوي والله ما كنت ناوي نبقى هك فالشي اللي اعطاني الله هو الشي اللي كتبوا علي الله وصافي حبيب الشي اللي كاين هتجوف شكوليت ديك الام باش تعمل الشي ضروري ضروري هتت عندك رقم لو حتى القيم دياله كانت ناوي حتى يجي عندي راولة دي الديني للتائرة باش قد ندير ديك الارسون دياله باش يتم القبض عليه نعم حبيبي نعم اذا النداء ديالك اللي اخذنا المحسين النداء ديالي كانت منها الناس تساعدني وتوقف معايا في هذه المحنة اللي انا كان مر منها وكانت منها سلطة المحلية تقوم بالطور دياله اللي هي دي ما اصلا قيمة بالطور دياله تجاه المواطن المغربي وكان شكرهم بزاف وكانت منها يتشتب اقرب وقت ممكن باش توينا العقاب دياله حس كي ما وقع لي انا يقد يوقع لأي انسان اخر شكرنا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر كنتم معنا مباشرة منتاجة وحالة انسانية لهذا الشابة وابل الطفلة والتي تعرضت حديثة تسير خطيرة بعدما كان راجع انداره عند وليداته وصدماته السيارة التي كانت تسير في الاتجاه المعكس وكي تطلم العدالة ورجال امن نصفه باش يخد الحق دياله مشاهدين الكرام ألقاكم في مباشر اخر الى اللقاء